بسم الله الرحمن الرحيم اعدادها وفي طريقة تنفيذها على المشغولات طبعا احنا في الصف الاول درسنا يعني ايه مخرطة وايه هي استخدامات المخرطة وايه كمان العمليات والاجزاء المهمة على المكينة الخراطة لان اجزاء مكينة الخراطة دي بتهمني في ان انا اعرف ازاي يستخدم مكينة الخراطة في عمليات التشغيل يعني ببقى عارف ان الظرف وظيفته ايه ان العربة وظيفتها ايه الرسمة الطولية الرسمة العرضية الغراب المتحرك وظيفة كل جزء ايه النهاردة انا جايلكو علشان نشوف مع بعض حنعمل العمليات دي ازاي ولكن قبل ما اعمل العمليات دي على المخرطة لازم اعمل عمليات تجهيز اهم جزء في عمليات التجهيز اللي دايما انت بتكلموا معاك فيه في الاقسام العملية وهي السلامة والصحة المهنية لازم قبل ما تشتغل تكون مأمن نفسك كويس قبل عمليات التشغيل هي ايه وظيفة السلامة والصحة المهنية لما حد يقول لي امن نفسك جوه المصنع يبقى انا عايزة امن عليك اكون عامل تأمين عليك من المخاطر اللي ممكن تصيبك اثناء العمل اكون كمان بأمن على المقاومات المادية اللي هي كل حاجة موجودة عندك داخل القسم وبالتالي علشان احافظ على المكينة احافظ على المنشأة احافظ على العدة اللي موجودة وفي نفس الوقت ما تكونش التكاليف بتاعتي علي يبقى انا دلوقتي مقاومات الصحة والسلامة المهنية اهميتها ان انا حافظ على العامل البشري ان انا احافظ كمان على المقاومات المادية ان انا احافظ على كل حاجة موجودة عندي طب انا حافظ على الناس دي كلها ازاي يعني انا حافظ على العامل ازاي رقم واحد انه يكون لابس مهمات الوقاية يعني يكون لابس النظارة النظارة الوقية بتاعته علشان يحمعينه لازم يكون لابس الخوزة لازم يكون كمان ما بيعملش حاجات غلط الحاجات الغلط اللي هي ايه انه مثلا يكون لابس سماعة في ودنه ومشغل فيها تسجيلات السماعة دي ممكن تلهي عن الشغل حواليه انه كمان ما يكونش لابس ملابس فتفاضة تمام يبقى هو دلوقتي انا عندي اهمية للصحة والسلامة المهنية ان انا اأمن كل حاجة موجودة علشان ما تحصلش مخاطر رقم اتنين ان انا احافظ على العنصر البشري بارتداءه مهمات الوقاية وحافظ كمان على المكينات والمعدات بالاخطية الواقية وهكذا تعالوا كده نشوف مع بعض ايه هي اهمية السلامة والصحة المهنية طيب احنا المنهج بتاعنا بتاع فني تشغيل معادم في الصف الثاني في تنفيذ عمليات التشغيل لازم بكون عارف الاهداف لازم اكون عارف الاهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية لتحقيقها رقم واحد حماية العنصر البشري من الاصابات الناجمة عن مخاطر البيئة يبقى نمر واحد حماية العنصر البشري من الاصابة الناجمة عن مخاطر بيئة العمل رقم اثنين الحفاظ على مقاومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتوي من اجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة الحوادث يبقى ان دلوقتي الاهمية بتاعتي بتاعة السلامة والصحة المهنية اللي بتسعى اليها انها تحافظ على العنصر البشري من الاصابات الحفاظ على مقاومات العنصر المادي اللي بتتمثل في المنشآت والاجهزة والمعدات رقم ثلاثة بتعمل توفير وتنفيذ كل الاشتراطات بتاعة السلامة والصحة المهنية عشان توفر بيئة أمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصر البشري والعنصر المادي طيب إيه هي تعليمات الأمن؟ إيه هي التعليمات اللي لازم أخذها في اعتباري؟ رقم واحد ممنوع استخدام سماعات الأذن عشان أكون بسمع مثلا تسجيلات أو سماعات الهاتف المحمول لازم ما يكونش فيه إيه؟ ما يكونش فيه سماعات شغال رقم اتنين إذا كنت مرهقا من الصهر أو مريض أو أخذت أدوية تؤثر على تركيزك لا تقم باستخدام أي مكينة ما تشتغلش على أي مكانة طول من أنت مرهق رقم ثلاثة يجب عدم لبس الملابس الفتفاضة لأن الملابس الفتفاضة ممكن تتحرك وتتسحب منك وخصوصا أن أنت بتشغل على مخراطة يعني فيه أجزاء دوارة وبالتالي لازم تلبس أفرول أو بدل التدريبات ويفضل أن تكون قاتمة اللون وعادة بتكون زرقاء رقم أربعة يجب لبس نظارة السلامة وملابس الوقاية المناسبة عشان تقي عينك طب إيه كمان رقم خمسة يجب وضع كمامات على الفم والأنف عند الصنفرة اليدوية لأن احنا عارفين وإحنا بنعمل عملية الصنفرة يدويا أو ميكانيكيا باستخدام أجهزة التلميع أو أجهزة التجليخ ممكن تطلع منها غبار أو حبيبات فمش عايزينها تأذي الفم أو الأنف رقم ستة يجب غسل اليدين جيدا بالماء الجاري والصابون عند الانتهاء من العمل وقبل لمس أي مأكلات لأنه ممكن يكون في حاجات متعلقة بإيدك نتيجة العمل اللي انت كنت بتعمله رقم سبعة يجب ارتداء حزاء على قدميك لحمايتها من العدد والأدوات يعني انت ممكن تبقى شغال بعدة أو بأداة وبالتالي تسقط على إيديك ولما تسقط على آسف تسقط على رجليك يبقى حتسبب لك أذى يبقى احنا يجب ارتداء حزاء على قدميك لحمايتها من العدد والأدوات المتساقطة أو الارتطام بحواف الماكينات أو المشغلات دي رقم سبعة تعالى نروح لرقم تمانية لا تتحدث أو تمازح شخصا يقوم بالعمل على ماكينة ولا تلتفت لأحد يحدثك يبقى أنت طول ما انت شغال انت مركز في العمل اللي انت بتعمل فيه رقم تسعة لازم لا تلتفت أو تبتعد عن المكينة ما تلتفتش أو تبتعد عن المكينة أو الأجهزة اللي بتدور لازم تعمل إطفاء تطفي الجهاز وتأكد أنه توقف تمانما يعني مش تطفيه وتسيبه وهو لسه بياخد اللفات النهائية زي الظرف مثلا عندنا في المخرطة ما سيبش الظرف هو بياخد كم لفة قبل ما يقف وتحرك لا لازم أتأكد أن كل جزء ثبت في مكانه أن الطارع خلاص انقطع أن الموتور خلاص بقى ساكن وابدأ أعمل عملية الابتعاد عشان كده بيقولي ألا تلتفت أو تبتعد عن المكينة والأجهزة وهي تدور اطفئ الجهاز وتأكد أنه قد توقف تماما قبل أن تأخذ خطوة للابتعاد عنه رقم عشرة لا تحمل الأشياء السقيلة أو الكبيرة بمفردك الحاجات الكبيرة يئمة تشيلها مع حد يئمة تستخدم الأدوات بتاعة المناولة بتاعتك رقم 11 ودي آخر حاجة استخدام الأدوات والعدد والأجهزة لاستخدام الصحيح يعني ما تجيبش مفتاح أنت بتفتح به وتستخدمه كشكوش ما تجيبش مفك مثلا وتستخدمه كأجنة لازم تستخدمها في الاستخدام الصحيح والاستخدام الآمن ولا تستخدمها لأغراض لم تصمم من أجله نيجي بعد كده لتجهيز عمليات التشغيل احنا في عمليات التشغيل لازم نعمل عملية تجهيز والتجهيز بتاعنا هو أننا لازم أعد له الرسم التنفيذي ارجعوا لي كده لو سمحتوا أنا دلوقتي وأنا بعد الرسم التنفيذي ده الرسم التنفيذي ده وظفته إيه؟ الرسم التنفيذي ده وظفته أنه يبين لي أجزاء الشغلة اللي أنا عايز أشتغلها ويبين لي التسلسل بتاعي يعني أنا المخطط بتاعي أنا هشتغل إيه قبل إيه؟ لو سمحتوا رجعوا لي تاني دلوقتي أنا عندي حاجة اسمها الرسم التنفيذي الرسم التنفيذي عبارة عن رسم بيبين الأجزاء بتاعة الشغلة ده رقم واحد خلي بالك أن الرسم التنفيذي ده حيبين لي أجزاء الشغلة وحيبين لي كمان التسلسل بتاعة التتابع وبتاعة العمليات أنت وانت واقف على المخرطة ممكن تكون بتعمل أنت عارف أن العمليات اللي هتعمل على المخرطة اللي هي الخراطة العدلة، الخراطة الداخلية، خراطة المسلوب، عمل الخلخلة، عمل الترترة اللي هي عملية التسنين، الخشونة يعني عمل الألوزات طب أنا دلوقتي مسكت شغلة هل ينفع أن أنا أمسك الشغلة وعمل في حتة ألوز أنا حاجة أمسك عليها بعد كده؟ أو حعمل في حتة عملية تخشين اللي هي الترترة وبعدين أمسك عليها طبقها بعد كده ما ينفعش يبقى انا لازم اعد رسم تنفيذي الرسم التنفيذي ده رقم واحد بيبين لي تتابع العمليات وتسلسلها ايه حيشتغل قبل ايه ده رقم واحد رقم اتنين لازم يبان عليه الابعاد والتداخلات يعني ايه الابعاد والتداخلات حيبان البعد الفلاني فاي قطره يعني خمسين ملي قطره عشرين ملي قطره اربعين ملي وهكذا طوله عشرين ملي طوله تلاتين ملي يبقى انا عرفت المقاسات بتاعتي عشان اعرف الشغلة في الاول هتبقى جايلي كام عشان اعمل لها عملية تصفية اللي هي يعني عمليات الخراطة الوجهية وتصفية القورة وفي نفس الوقت ابقى عارف كل عملية هتاخد مني مسافة قد ايه وحتحتاج مني قلم شكله ايه ده رقم واحد ده رقم اتنين يبقى رقم واحد هعرف تتابع العمليات رقم اتنين هعرف المقاسات والتداخلات يعني ايه التداخلات انا لو عندي جلبة هتركب على مصمار او على عمود اكيد الجلبة دي لما هتركب انا عندي كزا نوع من التداخلات ممكن تبقى دخلة بالراحة كده بتتحرك وممكن اكون عايزة دخلة وعليها ده اللي احنا بنسميه التداخل الخلوصي فانا عندي كزا نوع من التداخلات لازم يبين نوع التداخلات دي ايه يبقى رقم واحد هعرف تسلسل العمليات هنعم رقم اتنين هعرف الابعاد والتداخلات رقم 3 درجة تشتيب الاسطح دلوقتي في درجات تشتيب الاسطح دي انا ممكن تكون شغلة جاية من المسبك يعني حد خدها الشغلة دي عملي زيها الامونيوم عملي زيها حديد عملي زيها صهر يبقى هو صب المعدن صهره وبعدين صبه في قالب القالب ده لما تصب فيه جاب لي الشكل بتاع الشغلة دي لو الشغلة دي جاية كده هيعمل لي عليها علامة هنشوفها مع بعض دلوقتي العلامة دي بتبين ان الشغلة دي ما تمش عليها عمليات تشغيل طب احنا لو شلنا الزوائد من عليها بالمبرد او بحجر التجليخ اه يبقى عليها مسلس واحد خلي بالك ان عمليات التشغيل العلامات بتاعت التشغيل ممكن تكون شكلين الشكل الاولاني عبارة عن مسلسات وكلما عدد المسلسات كتر بيديني عملية تشطيب اعلى انما لو قال يبقى عملية تشطيب او نعومة اقل يعني وممكن طريقة تانية وهي ان بيبقى فيه علامة صح وفي المسلس بتاع الصح بنكتب رقم مثلا من 20 ل 30 من 40 ل 50 فيبين درجة نعومة الايه درجة نعومة الاسطح تعالوا نشوف كده التجهيز لعمليات التشغيل ازاي وبعدين نرجع لعمليات تجهيز الادوات في تجهيز لعمليات التشغيل على المخرطة بيندور على الرسم التنفيذي وده مخطة تتابعي يبين تسلسل تنفيذ العمليات التي تتضمنها الشغلة وكذلك علامات التشغيل والتفاوتات وتنقسم الى نمر واحد الرسم التنفيذي للمفردات والرسم المجمع يعني انا لو عندي كذا جزء برسم كل جزء الوحده وبعد كده برسم رسم مجمع يبين هما هيتركبه مع بعض ازاي طيب انا اهمية الرسم التنفيذي ايه رقم واحد تحديد نوع الخراطة هل انا هعمل خراطة طولية خراطة وجهية خراطة الوزات وممكن تبقى كل الكلام ده معمول في خراطة داخل ايه رقم اتنين تحديد مقاييس وموصفات الخمات الخمات بتاعتي دي موصفاتها ايه صلب ناشف ولا هي صلب طري ولا هي الامونيوم ولا هي محاس ومقاييسها كمان القطر بتاعها وطولها رقم ثلاثة تحديد طرق تثبيت المناسبة انا بثبت على المخرطة عارفين بثبت بالظرف او بثبت بالصينية او بثبت ما بين زنبتين او بثبت بالظرف الزناء رقم اربعة تحديد نوع وموصفات سائل التبريد سائل التبريد ده اللي بيعمل عملية تسريب للحرارة وبالتالي حيقلل الاحتكاك ويقلل التآكل في اداية القطع وكمان ما يغيرش ابعاد الشغلة رقم خمسة تحديد التسلسل المنطقي لعمليات الخراطة اعمل مين قبل مين رقم ستة تحديد ادوات القطع المناسبة طالما انا عندي عملية خرط عدل يبقى انا عايز اقلم خرط عدل بس ممكن يكون يمين او شمال حسخدم عملية حامل عملية الاووز يبقى محتاج الم الاووز ممكن يكون الاووز مسلس فرنساوي او انجليزي او الاووز مربع ويختلف انواع الاووزات نشوف رقم سبعة مع بعض تحديد سرعة القطع وعمق القطع والتغذية وطبعا دول طبعا لما بيتحددوا بيتحددوا على اساس نوع الشغلة نوع معدن الشغلة ونوع معدن اداة القطع لان الشغلة لو صلبة اوي ناشفة اوي يبقى اكيد انا عايز سرعة القطع قليلة وعمق قطع قليل وتغذية قليلة تكون مناسبة انما لو المعدن طري ممكن استخدم دول بقيم اعلى رقم تمانية حساب اكبر قوة قطع وبالتالي تحديد قدرة المخرطة انا محتاج قوة كبيرة للقطع لو المعدن ناشف اوي او انا محتاج قدرة قليلة وبالتالي ده كله حيتوقف على قدرة المخرطة وامكانياتها وكمان عمرها وحالتها رقم تسع حساب زمن القطع لكل قطعة طبعا البنود دي كلها انا حنحسبها مع بعض كمان شوي حساب زمن القطع وده عن طريق ان انا بشوف طولها والسرعات اللي انا بشتغل بيها رقم عشرة حساب زمن الانتاج الكل ورقم حداشر تحديد التكلف طب تعال نشوف مع بعض كده انا عندي دي مثلا شغلة ده عبارة عن مخطط شامل للجزء المرد تصنيعه مخطط يعني رسم مكتوب هنا التفاوتات بتاعتي يعني انا دلوقتي مسموح لي في الابعاد دي من صفر الى موجة بصفر يعني ما تزودش ولا تنقص حاجة ما تزودش فوق الابعاد انما ممكن الابعاد تبقى سالب واحد من عشرة ملي متر يبقى انا دلوقتي دي التفاوتات بتاعتي اننا ما فيه زيادة موجة بصفر وسالب واحد من عشرة دي معناها ايه معناها ان ما فيه زيادة عن الابعاد دي عن القطر ده عشرين يبقى ده عشرين او تسعتاشر وتسعة من عشرة انما ما ينفعش اقلل عن تسعة من عشرة جبت التسعة من عشرة دي منين يا اوز محمد ده طوله عشرين يبقى عشرين يبقى تسعتاشر وتسعة من عشرة ده تلاتين يبقى تلاتين يبقى تسعة وعشرين وتسعة من عشرة جبت الكلام ده منين الواحد من عشرة جبته ده منين جي هنا قال للأبعاد بالملي متر وقال إن التفاوت من موجة بصفر إلى سالب سالب واحد من عشرة يعني ما يبقاش في زيادة إنما النقصان يبقى بواحد من عشرة ما يقلش عن كده وطبعا ده باين عليه الأبعاد باين عليه رموز التشغيل باين عليه نوع المعدن كل دول لازم يكونوا مكتوبين عليه طب أنا الرسم التنفيذي اللي أنا قلت عليه إنه يبقى الرسم ده حيبين إيه خلي بالك إن أنا يبقى عندي رسم تنفيذي للجزء الواحد وكمان ممكن يبقى عندي رسم مجمع يعني رسم إنشائي يبين الأجزاء كلها بتتجمع أو بتركب على بعض إزاي طب الرسم التنفيذي للجزء يعني كل جزء مرسوم لوحده يتطلب يكون في إيه رقم واحد أكون عامل عليه رسم للمساقط والقطعات عشان بعد كده لما ييجي طالب يسألنا يقوله أنا بدرس رسم ليه أقوله أنت حتبقى فني تشغيل يبقى أنت لازم يجيب لك رسمة ويقول لك نفذها يبقى أنت دلوقتي تبقى لازم تكون عارف يعني إيه مساقط وإعني اقطعات المساقط اللي بتبين الجزء من الخارج والقطعات اللي بتتخيل أنت قاطع جوة الجسم وبتبين أجزاء الداخلية رقم اتنين كتابة الأبعاد والتفاوتات لازم الأبعاد تبقى مكتوبة وزي من شوية لما أنا قلت لك أن دول عشرين فكان مكتوب موجب صفر وسالب واحد من عشرة يبقى يهو عشرين يئمة تسعة تشر وتسعة من عشر رقم تلاتة وضع علامات التشغيل علشان نعرف درجة التشطيب ونعومة الأسطح اللي مطلوبة مني شكلها ايه رقم اربعة وضع جدول تشغيل لكل قطعة يعني مين العملية اللي حتتعمل قبل التاني طب أنا لو بعمل رسم مجمع لازم يتوافر فيه ايه يتوافر فيه هو الغرض منه سهولة التجميع ويشمل على الرسم المجمع للأجزاء على جدول التشغيل يعني يبين لي أن القطعة الفلانية موجودة منها كام قطعة يعني مثلا القطعة رقم واحد أنا مستخدم منها حتتين القطعة رقم اتنين مستخدم منها حتة واحدة يبقى الغرض منه سهولة التجميع ويشمل على الرسم المجمع للأجزاء على جدول التشغيل يوضح رقم واسم المعدن كل جزء من مفردات الرسم علامات التشغيل علامات التشغيل دي هي علامات بتوضع على الرسومات لتوضيح مدى تشطيب أو درجة النعومة المطلوبة وبتكتب علامات التشغيل بطريقتين طيب نرجعوا لي كده لو سمحتوا أنا دلوقتي وأنا شغال لازم طالما أنا فني يجيبولي ورقة مرسوم عليها الشغلة اللي أنا هعملها الشغلة دي دلوقتي وانت جوه المدرسة عندنا بنسميها ورقة التمرين انت بتاخدها عشان تنفذها طب لما تتخرج بإذن الله هتيجي تبقى واقف جوه المصنع يجيبلك ورقة مرسوم عليها التمرين بتاعك أو مرسوم عليها الشغلة اللي انت هتنفذها مرسوم مكتوب عليها الأبعاد مكتوب عليها التفاوتات بتاعتك مسموح لك بزيادة او نقصان قد ايه عشان تبقى عمل حسابك في الدقة بتاعتك اللي انت شغال بيها زائد ان لازم يكون عليها علامات تشغيل ليه يبقى مكتوب عليها علامات تشغيل علشان تبقى عارف ان السطح ده مثلا او الجزء المسلوب ده احنا عايزينه خشن الجزء بتاع الخرط العيدل مثلا عايزينه ناعم الجزء بتاع الالووز تبقى انت عامله بدرجة نعومة مثالية بدرجة قد كده طب انا هعرف ازاي ان ده خشن وده ناعم هيكتب لي خشن وناعم لا هو كل الحكاية ان انا عندي مجموعة من العلامات العلامات دي بتنقصن لطريقتين الطريقة الاولى يقيم عبارة عن مجموعة من المسلسات كلما عدد المسلسات تكبر يبقى درجة النعومة بتعلى وكلما المسلسات دي بتقل يبقى درجة النعومة بتقل او ان انا اعمل لك علامة صح واكتب لك درجة الايه التشطيب خلي بالك إن العلامات دي بتكون موجودة على كل جزء أنت بتعمل فيه عملية وكمان لما بتكون كل الأجزاء بنفس الدرجة إحنا بنعمل علامة دي مرة واحدة وإنت تبقى عارف طالما مش مكتوبة في الباقي يبقى الباقي كله بنفس درجة درجة التشطيب تعالوا نروح نشوف مع بعض كده إزاي بنكتب أو بنرسم علامات التشغيل وإزاي نقدر نراها من على الرسومات اللي مجاية بالمنتجات اللي إحنا حننفزها نبص كده مع بعض نقول الطريقة الأولى لوضع علامات التشغيل وفي الطريقة الأولى دي لو أنا دي الشغلة واتعمل ما حطش عليها أي علامات يبقى السطح ده بدون عمليات تشغيل يعني هو جاي من عملية الحدادة أو السباك يبقى واحد صبه وجابهولي الشغلة بتاعتي دي ما فيش عليها أي علامات تشغيل طب لو عملوا لي عليها علامة بالشكل ده يبقى أنا دلوقتي عملت إيه؟ عملت تنظيف بالمبرد أو بحجر الجلخ ليه الشغلة بتاعتي يعني كان شكلها لسه خشن بس أنا شلت الزوائد بس بالمبرد أو بحجر التجليخ رقم ثلاثة إن أنا يبقى عندي مسلس واحد على الشغلة والمسلس ده معناه إن أنا عملت قطع خشن على المكينات كالمخارط والفريز والمقاشط يبقى لما يكون مسلس واحد يبقى أنا هنا ده كان قطع خشن على المكينة زي ناعم على المكينات يعني أنت ده خشن على المخارطة أو على المقشطة أو على الفريزة وده قطع ناعم على المكينات برضو اللي هي المقشطة أو المخارطة أو الفريزة طب ولو تلت مسلسات ده معناه إن أنا بعدما عملت القطع المقشطة أو المخارطة أو الفريزة خدتهم وروحت عملت عملية تنعيم على مكينة التجليخ يبقى ده الدرجة دي خشن على نفس المكينة اللي انت شغال عليها دي قطع ناعم على نفس المكان اللي انت شغال عليها انما العلامات دي قطع ناعم على مكينة التجليخ يعني انت خلصت على المخرطة وبعد كده رحت على مكينة التجليخ بدأت تعمل عليها عمليات تنعي الكلام ده ازاي الكلام ده ان نجيلي الرسمة بالشكل ده بص كده ده قطع هو خشن ده قطع خشن انما ده قطع ايه ناعم دول ثلاثة دول ثلاثة يعني ايه يعني بعد الجزء ده ما حيتعامل مثلا على المخرطة حاجة اخده بعد كده واروه على مكينة التجليخ وعمله عملية التجليخ انما ده خشن على المخرطة وده خشن على المخرط لو كان عندي مسلسين كنت قلت ناعم على المخرط والكلام ده بتختلف درجة تشطيب الاسطح لذا يجب وضع علامات التشغيل لكل سطح على حدة يعني ده خشن ده ناعم ده خشن يبقى كل سطح يتحط له علامة طب لو كلهم زي بعض يعني انا هنا بص انا حطيت هنا بس يبقى الجزء ده كده معمول علامتين يبقى ده معنى انه ناعم على المخرط ودول كده تلاتة يبقى الجزء ده كله كده بعد اما تعمل ناعم على المخرطة راع على الايه راع على مكينة التجليخ وتعامل ناعم على التجليخ يبقى يتم الغاء العلامات المكررة بمعنى ان جميع الاسطح نفس درجة الايه التشطيب يبقى اول طريقة لوضع علامات التشغيل عشان اعرف درجة نعومة وخشونة الاسطح ان انا بحط شكل على اشكال المسلسات طب تعالى نشوف الطريقة التانية الطريقة التانية لوضع علامات التشغيل وهي ان انا بعمل علامة الصح دي ويكون هنا مسلس المسلس ده مكتوب عليه درجة التشطيب في هذه الطريقة بتوضع علامات او علامة صح بحيث تكون بزاوية 60 درجة الزاوية دي 60 درجة ويكتب فوق العلامة رقم يدل على متوسط الخشونة وهذه الطريقة ادق من الطريقة الاولى وتعطي وصفا ادق للسطح الكلام ده ازاي؟ الكلام ده ان انا هعمل كده لو بدون تشغيل يبقى دي علامة صح وجوها دايرة طب ده تشغيل مع التنظيف بدون تشغيل مع التنظيف يعني جان لي من المسبك وانا روحت جاي عامل ايه؟ شلت منه بس الزوائد عن طريق المبرد او حجر التجليخ فانا هقول هنا ان ده من 25 لايه؟ لخمسين طيب انا لو جيت وقلت تشغيل خشن خلي بالك ان هنا كانت دايرة انما هنا ايه؟ خط يبقى ده من 25 لايه؟ لخمسين نيجي هنا لو ده تشغيل اقل يبقى ده من 3 و 2 من 10 او تشغيل اقل خشونة خشونة قليلة يبقى من 3 و 2 من 10 ل 6 و 3 من ايه؟ من 10 طب لو تشغيل ناعم يبقى عندي من 4 من 10 ل 1 و 6 من 10 طب لو ناعم جدا يبقى ده من 5 من 100 ل 2 من 10 يبقى انا كل اما الرقم عمال بيقل يبقى معنا الكلام ده ان درجة النعومة ايه؟ درجة النعومة عالية تعالى نشوف شكل كده لشكل التشغيل بتاعي هنا السطحة هو مكتوب 8 من 10 مكتوب 3 و 2 من 10 و 1 و 6 من 10 كل ما الرقم قال ده معناه ان درجة النعومة عالية يبقى انا دلوقتي طالما بتختلف الاسطح بتاعتي في درجة نعومتها يبقى انا هعمل ايه؟ يجب وضع علامات التشطيب لكل سطحة على حدة انما لو كلهم بدرجة نعومة واحدة يبقى انا حكتب علامة التشغيل ديه مرة واحدة يبقى يتم الغاء العلامات المكررة بمعنى ان جميع الاسطح نفس درجة التشطيب مع ده المكرر وطبعا لازم نشوف مع بعض شكل كده دي شغلة موجودة عندي موجود هنا 3 مسلسات يبقى هنا بعد ما عملنا عملية الخراطة عملنا عملية تنعيم على الحجر التجليخ هنا مسلسين اتنين يبقى ده كان تنعيم على المخرطة انما مسلس واحد ومسلس واحد يبقى ده هنا كان معمول ايه؟ كان معمول خرط خشن نفس الحكاية الشغلة دي اكيد كانت معمولة على الفريزة او على المأشطة يبقى هنا لو 3 مسلسات يبقى ده كان معمول ناعم لان فيه سطحين هيقابله بعض بس ده ناعم على حجر التجليخ او على مكينة التجليخ انما مسلسين يبقى دول كان معمول تخقشط ناعم او في تفريز ناعم على المكينة انما مش على حجر التجليخ مسلس واحد يبقى ده خشن طبعا الناحية دي لما تبص فيه هنا علامة صح وفيه 8 من 10 فيه 3 و 2 من 10 فيه 6 و 3 من 10 كلما يكون قليل اقل من الواحد و 2 من 10 يبقى ده ناعم 2 يبقى ده خشن في 6 وكلام ده الارقام العالية يبقى ده ايه خشن جدا يبقى انا كده عرفت ايه هو الرسم التنفيذي عرفت ايه هي عمليات التشغيل طب انا دلوقتي بعد اما عرفت ازاي حعمل وقايا لنفسي بالسلامة والصحة المهنية عرفت بعد كده يعني ايه رسم تنفيذي وايه هي اهمية الرسم التنفيذي وانا بشتغل جيت بعد كده دلوقتي عايز ابدأ بقى انا جات لي الرسم خلاص عايز اشتغل اعمل ايه اه احنا هنشتغل على ايه هنشتغل على المخراطة طيب و لما اشتغل على المخراطة عندي مكينة الخراطة وعندي حاجتين بيطلعوا لي الشغلة الحاجة الاولانية الخامة بتاعتي اللي انا هحولها من خامة لشغلة الحاجة التانية الم الخراطة اللي حيقطع طب الشغلة هنجيبها ونعرف معدنا ونربطها وعندنا طرق كتير لربط المشغولات انما الالم اه الالم لازم يتعمل له عمليات تجهيز تجهيز ليه بقى مستر محمد التجهيز هنا لان انت عندك انواع كتير من الاقلام ليه انواع كتير لان عندي عمليات كتير ممكن اعملها على المخراطة عندي عمليات الخراطة الطولية اللي احنا بقولوا عليها الخراطة العدلة ودي ممكن تكون يمين او ممكن تكون شمال او يسار عندي الخراطة العدلة دي ممكن تكون خارجية يبقى لها اقلام خارجية او داخلية يبقى لها اقلام داخلية عندي عمليات السلبة وعمليات السلبة فيه 3 او 4 طرق لعمل السلبة عندي الوزات وعمليات الالوزة فيه الوز مربع وألووز مسلس وكل ألووز فيه منه كذا نوع يبقى لازم أعمل عملية تجهيز للألم طب تجهيز الألم ده يعني إيه؟ يعني أول حاجة أبقى ظابط اتجاه الألم بتاعي هل هو يمين ولا شمال زائد لازم تخلي بالك أن أنت دايماً وأنت بتقابل الألم بالشغلة يكون بيقابل عنده نقطة خدت بالك أنه صبعي ده بقى ميل إزاي؟ يعني الشغلة حتتقابل كده يبقى فيه مسافة هنا ميلة عشان تبعد سطح الشغلة من هنا تبعده عن الألم وفي نفس الوقت الألم وهو بيأكل الشغلة حتلف وهو حيبقى بيقطع فيها يبقى لازم السطح ده كمان يبقى جايب ميل عشان يقابل عنده نقطة واحدة ما يقابلش في مساحة كبيرة ليه؟ المساحة الكبيرة لما بتتقابل أنت بتعمل كده في إيدك في الشتاء إيدك بتسخن فما بالك أن حديد يتقابل مع حديد مثلاً في مساحة كبيرة يبقى أنا بقلن المساحة اللي فيها تقابل واحتكاك ما بين الألم اللي هي أداة القطع وما بين الشغلة يبقى لازم أعمل الزواية بتاعت وجه الألم الأمامي وجه الألم الخلفي ووجه الألم الأمامي المساعد أعمل كمان الزواية بتاعت زواية الجرف وزواية الخلوس وزواية السن تعالوا نشوف مع بعض كده هو احنا الزوايا دي بنعدها ازاي وبنجهز الالم ازاي نبص كده مع بعض دي كده الاقلام بتاعتنا اللي احنا بنشتغل بيها عندي اقلام للخراطة يمين وشمال عندي اقلام الخراطة العدلة بتاعت التنعيم عندي خراطة الخلخلة او القطعية عندي برضو ده قلم قطعية انما ده قلم خلخلة عندي قلم هنا عشان اعمل به القلوزات وطبعا كل قلم لازم يكون له الزوايا اللي احنا قلنا عليها طيب خلي بالك انا قلتلك ان فيه قلم اسمه قلم يمين وقلم شمال تعرف مين اليمين من الشمال هو اليمين للشمال اه اسم قلم خرط انما القلم ده حيتحرك من الشمال لليمين يبقى اسمه قلم خرط ايه شمال او يسار يبقى من المكان اللي حيبدأ فيه يبقى ده اتجاهه يبقى الالم اليمين ويستخدم عندما يراد التغذية من اليمين الى اليسار ويلاحظ ان الحد القاطع جهة ابهام اليد اليمنى للكف يبقى الحد القاطع الناحية ده اللي هو الحد ده انما الالم اليسار اللي احنا بنوضع عليه الالم شمال يبقى ده كده بيستخدم عندما يراد التغذية من اليسار الى اليمين ويلاحظ أن الحد القاطع جهة إبهام اليد اليسرى لكاف اليد طبعا ده كده شكل لأغلب العمليات اللي احنا بنعملها ألم خارط عيد اليمين أو شمال ألم خارط عيدل برضو بس تخشين خلي بالك احنا قلنا بقى فيه تخشين وفيه تنعيم تمام؟ فيه ده ألم تنعيم يعني يبقى فيه مماس لمسافة كبيرة أفقية ممكن تبقى بتعمل لوالب ممكن تعمل أقواص داخلية أو خارجية أو أطعية أو خلخلة طبعا ده بتاع الخلخلة عشان كده حده هنا مستقيم إنما الأطعية بيبقى حده إيه مائل طيب تعالى كده الألم ده له زوايا ده الدائرة دي بالنسبة لي بتمثل الشغلة وده كده الألم طبعا عندي ثلاث زوايا رأسية الألم الشغلة دي وهي بتلف بيبدأ الألم يزيل منها أجزاء لو تلاحظ سن الألم هو اللي بيتغلغل داخل الشغلة وبيشيل الرائش ده وبالتالي أنا عملت ميل هنا وعملت ميل هنا وفيه كمان ميل جانيبي حنتعرف عليه كمان شوية في فيديو مهم جدا علشان أشوف إيه علشان أقل الاحتكاك ما بين الشغلة وما بين الألم طب الزوايا الرئيسية إيه بصوا كده معايا أنا لو خدت من هنا كده خط أفقي يبقى الزاوية ما بين وجه الألم الأمامي والخط الأفقي الزاوية دي اسمها زاوية الجرف وزاوية الجرف دي هي الزاوية المسؤولة عن انسياب الريش يعني نقدر يزيل بيها تبقى الزاوية دي محصورة ما بين مين ومين الخط الأفقي ده هو الخط المرب بمركز الشغلة والخط ده هو الخط المماس لوجه القلم الأمامي يبقى الزاوية دي هي زاوية الجرف يبقى عندي رقم واحد زاوية الجرف هي المسؤولة عن انزلاق الريش عليها وتزداد للمعادن الطرية وتقل للنشفة يبقى أنا الزاوية دي بتكون كبيرة في المعدن الطري وبتكون قليلة في المعدن الناشف رقم اتنين الزاوية دي أنا لو عملت هنا خط مماس للشغلة أو خط عمودي على محور الشغلة الخط ده الزاوية ما بينه وما بينه وجه القلم الخلفي الزاوية دي هي اسمها زاوية الخلوس يبقى رقم اتنين زاوية الخلوس وهي الزاوية المسؤولة عن منع احتكاك القلم يعني أنا بعدت دي عشان أقلل الاحتكاك رقم ثلاثة الزاوية دي اللي هي محصورة ما بين زاوية الجرف وزاوية الخلوس اسمها زاوية السن وزاوية السن بنوي عليها وهي المحصورة بين سطحي الحد القاطع وتتوقف على ليونة ونشوفة المعدن يعني لو الجرفة دي بقت كبيرة السن قلت لو الجرفة قلت يبقى السن زاد ولازم تبقى عارف ان الزوايا دي وكلهم مبين زاوية قايمة وكلهم مبين زاوية ايه زاوية قايمة تعال كده نشوف شكل الالم انا عندي هنا السطح الامامي خلي بالك السطح ده ميل لتحت كده وعندي جزء هنا جزء ده ميل والجزء ده كمان كل ده بيتعامل ميل ليه عشان اقلل الاحتكاك ده النصاب اللي بيتربط منه الالم ده السطح الامامي عندي هنا الحد القاطع المساعد عندي هنا الحد القاطع الرئيسي عندي هنا السطح الخلفي ده كده الخلفي الايه المساعد طب تعال كده مع بعض نشوف فيديو مهم جدا لطريق التجهيز الاقلام دي اشكال بعض الاقلام طبعا اللي احنا شايفينها قدامنا دي نموذج للالم اللي احنا من خلاله بنقدر نعرف الزوايا والمتطلبات للاقلام طبعا هو كاتب يعني عايز يكون ده الم يمين يعني بيقول انه هنا السطح ده خلنه من هنا كده هيبقى فيه ميل عندي وكمان لما جابه بص كمان بقى فيه ميل في السطح من فوق من هنا الجزء السطح اللي فوق ده شايف كده الشطفة دي بين ازاي يعني فيه كمان ميل عشان يقل احتكاك يخلي القاطع كله عند الحفة بيقولك انه ممكن يستخدم قلم وممكن يجيب قطعة صغيرة يسبتها في حاجة زي دي طبعا ده رايد برضو يعني قلم يمين وحيوريك دلوقتي هو بيقول يمين ليه وبيقول شمال ليه طبعا الحد القاطع لما تلاحظ ان هنا ميل وهنا ميل والسطح ده كمان كم ميل لما بان شوف كده دلوقتي لما هيجي يحط ده نموذك كأنه شغلة هو عايز يقول ان السن بتاع الالم بتاعي لو الشغلة دي مسنودة هنا على الزنبة سن الالم بتاعي بص كده السن هو اللي متواجه وبالتالي الحرف اللي هياكل بيه الميل ده هيقل المساحة لاحتكاك بما ان الالم ده هياكل وهو ماشي كده فبقى اسمه ألم خرط يمين شوف كده لما حط ألم ما فيه فراغ لاتجاه الألم بقى يمس من عند السن طبعا لو جاب الألم بتاع الشمال اللي هو الألم اللفت بتاعي بص بيقولك اهو لازم يبقى عندي ميل علشان ما يبقاش فيه احتكاك عند السطح ده طبعا لو هو راح وجاب الألم بتاع اللفت بص ده يبقى هو الاتي لما حيروح يجيب مثلا شغلة هيبقى الألم ده من الشمال لليمين بتالي هيبقى فيه ميل بص كده هيبقى فيه فراغ ما بين الألم والشغلة وفوق فراغ ما بين الألم والايه وكده نشوف مع بعض أنا لما جازبط الألم لازم ايه لازم وانا بعمل عملية ضبط للألم بتاعي وانا بربطه على حامل الألم اللي موجود عندي لازم الألم بتاعي يكون مزبوط على الزنبة ليه على الزنبة ما هنا ممكن ازبطه على الزنبة او ازبطه على شغلة كاتمخروطة قبل كده ليه علشان يبقى الألم عندي لا أعلى من محور الشغلة ولا أوطى يعني أقل من محور الشغلة فأنا دايما بروح أعمل عملية الزبط دي على الزنبة بتاعتي لأن أكيد الزنبة دي بتمثل المحور الأفقي اللي بيوصل ما بين مركز الظرف وما بين مركز الغراب المتحرك يبقى أنا دايما نعمل ايه؟ دايما أزبط الألم بتاعي على السن بتاعي على السن بتاع الزنبة عشان أضمن أن الألم في مستوى أفقي واقف عند سنتر الماكين طب ممكن أعمل ايه تاني؟ ممكن أزبط الألم بتاعي بصنا لما زبطته على الزنبة بقى الألم عندي مزبوطة عند سنتر الشغلة كلما الزرف يلفح أبقى أنا واقف عند السنتر بالزبط يبقى أنا دلوقتي عارف أن أنا لما حاجي أعمل عملية الزبط بتاعي لازم عملية الزبط دي تكون عند الزنبة أو عند سنتر الشغلة يعني بمعنى صح فيه ناس بتزبطها على الزنبة الألم يعني بتزبط على الزنبة وفيه ناس تانية بتزبطه عن طريق اللينات بس دي ما بتبقاش أدق شوية لأن بتستخدم النظر أكتر طب تعالى كده نشوف جزئية تانية من العمليات اللي بتجرى على المخرطة طيب لو سمحتوا رجعوا لي كده إحنا دلوقتي عندي عمليات كتير بتتم على المخرطة العمليات اللي بتتم على المخرطة تمام؟ العمليات اللي بتتم على المخرطة رقم واحد ان انا اعمل تقب محوري اللي هو السنتر اللي انت بتجيب له بنت اسمها السنتر دريل سنتر دريل بنت تحديد المركز علشان تقدر بعد كده تسند بالزنبا يبقى انا ممكن احدد المركز ده الاسباب كتير السبب الاولاني ان انا عايز اسند بالزنبا السبب التاني ان انا عايز اعمل تقب فحبقى محدد المركز بتاعي اللي انا هشتغل عليه يبقى انا نمر واحد هحدد التقب المركزي اللي هو السنتر بتاعي رقم 2 ممكن اعمل عمليات تأب رقم 3 ممكن اعمل خراطة والخراطة دي ممكن تكون خراطة وجهية يعني عمودي على محور الشغلة وممكن تكون خراطة طولية يعني موازية لمحور الشغلة رقم 3 وهي ان انا اعمل عمليات السلبة وعمليات السلبة ممكن تكون سلبة باستخدام الرسمة الطولية ودي في السلبة القصيرة باستخدام رقم 2 الغراب المتحرك ودي بتكون في السلبة الطويلة عن طريق ان انا حرك الغراب عشان احرك المحور بتاع الشغلة نمرة تلاتة باستخدام جهاز السلبة وفيه طريقة رابعة بس دي بتحتاج مجهود كبير دي لما بتكون السلبة صغيرة جدا واقل من 20 ملي فانا بجيب فورم طول يعني اجيب قلم خرط ويكون الحد القاطع بتاعه معمول بنفس الميل تعالوا نشوف كده العمليات والحاجات اللي انا محتاج اعمل لها حسابات نبص كده مع بعض هنا انا بعمل عملية ايه الثقب المركزي يعني اعمل ثقب صغير باستخدام البنطة اللي هي بتعملي الدريلينج في الشغلة عشان تعمل ثقب اعمل منه عملية التسبيت الطويل او ان انا ابدأ بعد كده عمليات التقب رقم اتنين ان انا اعمل عمليات التقب بتاعتي عن طريق البنطة طبعا كلنا عارفين البنطة ودي حكون عن طريق ان انا بثبت الظرف بتاعي ظرف المتقاب بثبته فيه الغراب المتحرك الشغلة بتدور وانا بعد كده بدخل بالبنطة اعمل عملية الايه اعمل عملية التقب طيب رقم ثلاثة انا ممكن اعمل عملية الايه التسوية الوجهية خراطة الاورة الخراطة الوجهية هنا الشغلة بتلف وانا بعمل ايه وانا بعمل عملية خراطة يعني بدخل عمودي على المحور عملية الخراطة دي ممكن تبقى شابه لعملية القطعة او التسوية الوجهية طب الكلام ده بيكون ازاي الكلام ده بيكون عن طريق ان الشغلة وهي بتلف انا ببدأ استخدم الرسمة العرضية علشان الالم بتاعي يتحرك حركة عرضية كده عمودي على المحور بتاع الشغلة وبالتالي يبقى انا عملت خراطة وجهية اللي هي تسوية القورة كلت من الوجه بتاعي ودي بتكون عشان احدد طول الشغلة او اعمل تسوية الوجه بتاعتي نيجي بعد كده نشوف عمليات الخراطة الطولية وفي عمليات الخراطة الطولية ممكن تبقى خراطة حرة يعني الالم هيبتدي من قبل الشغلة وينتهي بعد الشغلة يبقى ده حر النهايتين انما لو الالم ابتدى لقبل الشغلة وانتهى في جزء من الشغلة اللي هي تبقى عندي كده ده قطر وده قطر يعني خراطة مدرجة يبقى انا دي دي نهاية حر النهايتين ودي حر نهاية ايه حر نهاية واحدة حيث تدور الشغلة حول محورها باتجاه حد قطع او القلم الخراطة في حين يتحرك الالم حركة موازية للمحور الالم هنا بتحرك حركة موازية انما بياخد الايه عمق القطع لداخل بياخد حركة موازية لمحور الشغلة وتسمى الحركة التغذية يعني حركة الالم دي اسمها حركة الايه حركة التغذية ممكن تكون نفس الحركة دي بس تكون من الداخل يبقى انا بعمل خراطة الطولية دي داخلية يبقى هنا بتتم باستخدام اقلام خاصة وبواسطة التغذية الطولية ويتم تخدم القلم عن طريق جهاز مايكروميتر الالة حسب عمق القطع الايه المناسب والهدف من اجراء الخراطة الطولية الداخلية ايه انا بعمل الكلام ده ليه عشان رقم واحد اعمل عملية توسيع للثقوب رقم اتنين اجراء عمليات الخراطة الداخلية وقطع اسنان القلوز الداخلي لما يكون عايز اعمل مثلا الجلب رقم تلاتة تحقيق قياسات دقيقة لاقطار داخلية واعمق ثقوب لا يمكن اتمامها بواسطة عملية الثقب تعال كده نشوف مع بعض هنا الشغلة بتدور حوالين نفسها والالم بيبدأ يتحرك حركة التغذية العرضية بتاعتي علشان يعمل لي عملية الخراطة الطولية يبقى انا عندي الشغلة بتلف حوالين نفسها والالم بيتحرك حركة التغذية اللي بنقول عليها تغذية عرضية وبالتالي كلما حدخل لجوه بعمق القطع انا هعمل عملية الخراطة دي والشغلة بتدور حوالين نفسها او الرهالك بطريقة تانية الشغلة بتدور حوالين نفسها الالم دخل لجوه عمق القطع وبدأ يتحرك بحركة التغذية يبقى انا دلوقتي تاني هيحصل ايه القلم لو رجع هنا من الاول هيبدأ يخش عندي لجوه مسافة عمق القاطع كده وبعدين بعد ما يخش عمق القاطع والشغلة بتلف هيبدأ يتحرك هنا بحركة التغذية عشان يعمل لي عملية الايه عملية القاطع تبقى دي بالزبط تمام بالزبط كده دي كده الخراطة الطولية بتاعتي عن طريق ان انا باخد عمق القاطع واعمل بعد كده عملية الخراطة الايه الطولية تعالى كده نشوف مع بعض عملية خراطة مدرجة هنعمل فيها ايه الشغلة بتلف عندي القلم دخل عمق القاطع هنا بدأ يعمل خراطة وجهية عشان يساوي القورة بتاعتي بدأ بعد كده بعد ما اخد وشي في القورة بدأ ياخد وشي تاني عشان يتأكد ان الجزئية كلها متساوية بعد كده عايز يعمل عملية الخراطة نزل بقلم الخرط دخل عمق القاطع وبدأ يزيل في المعدن كل ده والشغلة بتلف عشان كده اسمها تيرنج ماشين تعالى مكينة الخراطة اسمها تيرنج ماشين يبقى انا دلوقتي الالم بتاعي بينزي ياخد عمق القاطع ويبدأ يتحرك يعمل عملية الايه عملية الخراطة طيب بعد ما الراجل هنا استخدم الالم وخرط الجزء كله بدأ ياخد جزء تاني بقطر ايه بقطر اقل بدأ ياخد جزء تاني بقطر اقل يبقى انا كده بقى دي اسمها خراطة مدرجة خلي بقى لك اني لازم اخد في الاعتبار ايه نوع المعدن عشان لو المعدن صلب اقدر اجيب له اداة قطعة اصلب من برضو خد قطر تالت يبقى انا دلوقتي كل اللي انا بعمله ان انا باخد عمق القطع وبعدين اعمل عملية التغذية الطولية اللي هي عبارة عن ان الالم يتحرك معايا موازي لمحور الشغل طب بعد كده في عندي حاجة اسمها خراطة السلبة وخراطة السلبة اول طريقة من طرق خراطة السلبة اللي هي باستخدام الغراب المتحرك وفي الطريقة دي انا بعمل بحرك زنبة الغراب المتحرك وذلك بمقدار معين يمكن حسابه وهو نتيجة لانحراف زنبة الغراب المتحرك عن محور الشغلة بنحصل على السلبة يعني هنا كان ده المحور بتاعي بتاع المكينة اللي كان الغراب اساسا واقف عليه المحور الافقي ده يا جماعة ده اللي كان المحور ما بين الظرف وما بين الغراب المتحرك انا عملت ايه انا جبت الغراب المتحرك المسافة دي حركته من هنا خلته هنا فبقت الشغلة ميلة لما الشغلة تميل يبقى القلم وهو بياكل حيبدأ ياكل من هنا وما يكلش من هناك بصوا كده القلم بتاعي حياكل من هنا وما يكلش من هناك اخش كمان شوية ياكل من هنا وما يكلش من هناك تبدأ الشغلة تبقى عندي ايه مسلوبة وبالتالي خلي بالك معايا هنا ان انا كان عندي محور للشغلة المحور اللي موجود دلوقتي ما هواش او الشغلة بتاعتي مش منطبقة على المحور بتاع المكينة وبالتالي بدأت تعمل عمليات السلبة الطويلة طب طريقة حساب مقدار انحراف الغراب المتحرك بقول إن انحراف الغراب المتحرك بيساوي القطر الأكبر ناقص القطر الأصغر على 2 يبقى الكلام ده لو قال لي عمودي وراد سلبه من قطر 40 لقطر 20 اوجد مقدار الانحراف فحقول إن القطر الأكبر ناقص القطر الأصغر على 2 يبقى الكلام ده بيساوي القطر الأكبر كم باربعين ناقص القطر الأصغر ب30 على 2 يبقى الكلام ده بيساوي كم؟ الكلام ده بيساوي 5 ملي متر يبقى أنا كده حعمل انحراف للغراب بمقدار 5 ملي متر طب تعالى كده في طريقة تانية وهي إن أنا أقول الطول الكلي على طول المسلوب يعني أنا لو حصل بجزء أقل من طول الشغلة مضروف فيه القطر الأكبر ناقص القطر الأصغر على 2 بيقول لي عمود طوله 500 يراد سلب 250 منه من قطر 48 لقطر 40 يبقى أنا أحط القانون وأقول بيساوي الطول الكل بتاعي اللي كان 500 على الطول اللي أنا أعمله سلبا اللي هو 250 في القطر الأكبر كان 48 والأصغر 40 يبقى 48 ناقص 40 على 2 يبقى أنا انحراف الغراب هيبقى 8 ملي متر طيب تعالى نشوف طريقة كمان لو طريقة حساب نقدر لانحراف مكم الديني الطول الكلي وميل السلبة يبقى أنا حقول كده لو قال لي عمود مسلوب طوله 250 ملي وميل السلبة 80 ملي متر لكل متر يبقى أنا حقول القانون بتاعي انحراف الغراب بيساوي الطول الكلي في ميل السلبة يبقى الطول الكلي كم 250 بس ده ملي يبقى اسمه هنا على ألف واضرب في ميل السلبة بتاعتي اللي هي 80 يبقى الكلام ده بيساوي كام 20 ملي متر يبقى أنا كده حسبت طرق مختلفة لإيه؟ أنا حسبت طرق مختلفة لحركة أو زحزحت أو تحريك الغراب المتحرك ليه؟ لأن أنا لما باجأ اشتغل في السلبة الطويلة بدل ما المحور بتاعي ما بين الظرف وما بين الغراب أفقي كده لا ده أنا ببدأ أحركه كده علشان الألم يكل من منطقة ومنطقة تانية لا طب أنا دلوقتي هل أنا بعمل السلبة باستخدام الغراب بس؟ لا ده أنا باستخدمها عن طريق الغراب لما تكون سلبة طويلة؟ أو باستخدم الرسمة الطولية؟ طب إحنا خدنا النهاردة السلامة والصحة المهنية خلنا طرق الخراطة والعمليات اللي بتجرى على المخراطة وعرفنا أن أنا أقدر أعمل عليها التقوب المركزي التقوب أعمل الخراطة الطولية أعمل الخراطة الوجهية وأعمل السلبة طب إحنا خدنا مع بعض في السلبة إيه؟ طريقة عمل السلبة باستخدام الغراب ودي حتكون في السلبة الطويلة وخدناه بمعلومية إيه؟ بمعلومية القطر الأجبر والقطر الأصغر على تنين لما أطرح القطرين من بعض على تنين يديني مقدار انحراف الغراب أو لما يكون الجزء اللي أنا هعمله عملية سلبة جزء من شغلة طويلة يبقى حقسم الطول الكلي على طول المسلوب واضربه فيه القطر الأكبر ناقص القطر الأصغر على تنين أو إذا كان الطول بتاعي المسلوب ومديني الميل بتاعي قد إيه؟ يبقى أنا حقسم أو حضرب طول المسلوب ده في الميل بس لو الطول ده بالملي متر لازم تحوله للمتر يعني تقسم على إيه؟ على ألف كده يبقى فضل لنا إزاي حنعمل المسلوب القصير وإزاي حنحسب زاوية ميل الرسمة الإيه؟ الطولية عايزين تعرفوا حنحسب المسلوب إزاي؟ ونجيب كل أزمنة الخراطة يبقى لازم تنتظرونا في الحلقة القادمة إلى أن أراكم على خير بإذن الله أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته